يقول الله عز وجل وأتم الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي وأتم الحج والعمرة لله نعم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم مرحبا بكم شيخنا ومرحبا بالسادة المشاهدين الأكارم ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته قبل أن أبدأ في الحديث عن هذه الآية أنبه على وهم وقعت فيه في الماضي في قول الله تبارك وتعالى قل هي مواقيت للناس والحج حيث إني قلت إن هذه الآية دليل لحمزة رحمه الله لقراءة حمزة واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام وهذا وهم لأن قراءة حمزة عطف الظاهرة على الضمير وهذه الآية عطفت الظاهرة على الظاهر وهذا لم يختلف فيه أحد من أهل العلم لكن قراءة حمزة لها شواهد كثيرة من القرآن الكريم ومن شعر العربي ونثرها اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحامي لها شواهد كثيرة من شعر العربي ونثرها إن شاء الله حين نأتي عندها في موضعها بإذن الله في مطلع سورة النساء نفصل القول فيها بإذن الله تبارك وتعالى في قوله تبارك وتعالى وأتم الحج والعمرة لله هذا حديث عن الركن الخامس من أركان الإسلام وقد سبق أن ذكرنا أن سورة البقرة تسمى بفستاط القرآن والفستاط هو الخيمة الكبيرة التي تضم تحتها عدة أشياء كثيرة فكأن سورة البقرة هي خيمة الشريعة التي تضم تحتها أركان الإسلام والإيمان والإحسان فمثلا سورة البقرة حدثتنا عن شهادة أن لا إله إلا الله ونمحمد رسول الله حدثتنا عن الصلاة والزكاة والصيام حدثتنا عنه وتتحدث الآن عن أحكام الحج وكذلك حدثتنا في آخرها آمن الرسول بما أنزل عليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسل هذه أركان الإيمان وفي أثنائها حديث عن الإحسان ثم السورة تتحدث عن أحكام العبادات من أحكام البيوع والتجارات والدين والطلاق والزواج وغير ذلك من أحكام كثيرة تخص المجتمعات المسلمة وغير المسلمة فلذلك تسمى بفصطات القرآن الخيمة الكبيرة التي تحتها أشياء كثيرة فهي تعتبر خيمة الشريعة أو فصطات الإسلام أو فصطات القرآن لأنها تضم كل ما يحتاجه المسلم من أحكام في أثنائها ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حثنا على قراءتها اقرأوا سورة البقرة فإن قراءتها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها تستطيعها البطلة أي السحرة وكذلك من قرأها جاءت يوم القيامة مع سورة آل عمران تحجان عن صاحبهما وتظلان كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف تحجان عن صاحبهما في هذه الآية في قوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله هذه جملة فعلية مستقلة المقصود بها أحد معناي إما أدوا الحج والعمرة كاملتي الأركان والشروط وواجبتها يعني أدوهما أداءا تاما أو أن أتم هنا بمعنى الافتراض والإلزام والوجوب كأن الحج والعمرة يعني فرضاني أو واجباني على المسلم المستطيع طبعا طبعا الوقف هنا وأتم الحج والعمرة لله وقف كافي على اعتبار أن الجملة قد انتهت في إعرابها وفي معناها فالوقف هنا كافي وأتم الحج والعمرة لله نعم ترجمة نانسي قنقر